شخصية عالمية تانية النهاردة كمان أخبارها كانت تريندينج وهو برينس ويليام اللي وصل النهاردة على دبي وصبح نشر صورة من الطيارة على صفحته الرسمية المشتركة مع زوجته على تويتر وقال في التعليق أنه متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020 وأكيد منأشة الأضايا الحيوية المتمثلة والعمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة وهذه الزيارة اللي خلت اسمها الأمير ويليام تريند في الإمارات تعد أول زيارة رسمية للأمير وملك إنجلترا المستقبلي للممارات العربية المتحدة وتتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020 وصفحته الرسمية على تويتر نشرت فيديو من زيارته العديدة اللي كان فيها اليوم من بينهم زيارته لأحدى المحميات الطبيعية وقيامه بالزارع الشجرة مع طلاب مدرسة في أبوظبي والأمير ويليام شارك فيديو على صفحته الرسمية في إنستجرام للحظات وصوله لأكسبو دبي 2020 والناس طبعاً كانوا في انتظاره وشفناه في المعرض العالمي مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وتعرف عن قرب على الثقافة والتراث المحلي في الجناح الإماراتي وشفناه كمان في لقطة في فيديو نشره على صفحته في إنستجرام وهو بيشرب في انجان قهوة عربية وبدور الشيخ حمدان نشر أيضاً أكثر من صورة برفقة الأمير ويليام على صفحته بإنستجرام